موسيقى 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 محسن يجور قاهر الحراس هو من بين أفضل القناصين حاليا بالدور المغربي رفقة فريق الرجاء الرياضية موسيقى يجور سجل 53 هدفا في جميع البطولات منذ عودته للقلعة الخضراء ب17 هدفا في الدور الاحترافي نال لقب الهدف موسيقى ولازال ينافس على اللقب نفسه هذا الموسم بتسجيله 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن المتصدر نجم نهضة بركان لابا كوتجو وإلى جانب أهدافه في الدور الاحترافي سجل يجور 10 هدف في كأس الكاف و7 في كأس العرش وهدفين في كأس زايد للأنديا الأبطال وتوجه رفقة الخضر بثلاثة القاب كأس عرش والكاف والسوبر الافريقي قبل أن يتألق بهدف رائع في مرمى الوذاد الرياضي موسيقى زوار ومتبعي موقعي مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم ضيف خاص ضيفنا لهذه الحلقة هو هدف الدوري الاحترافي للموسم الماضي ونجم فارق الرجاء الرياضي محسن ياجور سيم محسن مرحبا بكم وشكرا على قابل الدعوة محبا بي عندكم وشكرا على الاستدافة وشرف كبيرا أن نكون معكم في التراصل السواصل شكرا أول سؤال مباشرة بعد جديد محسن كيسجي لهدف رائع على فارق الويداد الرياضي واشتقدروا أن فرحات جديد كانت المعنويات المرتفعة وخلتك أنك تتعلق في المباراة أكيد كما قلت كان هذا جميل صراحة أنت بتعبير جمعور وأكيد عمقالية في الذكرة ديالي يعني هذا جميل فكما قلت يعني اللاعب لما يعرف المستقبل دياله واتجاه ديال ومستقبل دياله فأكيد أنك تكون واحد راحة نفسية وبتالي ربما تشيني نعكس على المباراة الديربي والدخول ديالي وتسجيل هذا جميل يعني كيفش عاش محسين المباراة ديال الديربي أكيد أن أنت من اللاعب القلائل اللي استجلت على الراجا بالقامس الويداد والسجلت على الراجا يعني كيفش عشتيات لحظة وكيفش يعني الإحساس عندما تسجل دياله أكيد يعني لكل كيف يعني مباراة ديال ديربي يعني مباراة يعني لأطعم خاص يعني لإحتل السيدات ديال ديال كيكون يعني بوحد تركيز كبير فعني رغم أن كنت في الاحتياط لكن كنت مساعد للدقائق لأعطيني المدرب وبتالي لما لا نكون نجم في هذه المباراة وصراحة دخلت بوحد عزمة قوية يعني كيكون عندك واحد الإحساس المواجب لما كيكون الهدف القادم كيكون عنده واحد الإحساس واحد الهاجز في مباراة ودخلت التالية وسجلت هدف جميل صراحة للكل يعني عجبوا وكنشكو حتى الأصداق عدي في هذه مباراة يعني درت التعاد وتلازل الاهدف في مرمى الراجعة تلازل الاهدف مرمى لويدات عشو ممكن تقولين عن تجربة ديالك اللي عشتي بين التنقل بين القلعة الخضراء والقلعة الحمراء يعني راجعة حتى وصلت للفريق الأول يعني وبتالي الانتقال ديالي للفريق الويداد البيضاوي يعني مجاش مباشرة ربما كان واحد احتراف اللي كان في بلجيكا وفي سويسرا وبعد يعني كانت يعني اتصارت مع المكتب الويداد أنا ذاك ويعني حتى المحسينيزور أنا ذاك ما كانش عنده فريق آخر غير فريق البيضاوي بتالي التحق بالفرق بالبيضاوي اللي قلت مع سنتين يعني الجديد ديالك يعني الفريق راجعة الموثيمين واش هو رغبة من محسين انه ينهي المصر دياله في فريق دياله الام او كانت تخوفات من انتقادات مثلا ديال الجماهير انك يعني تغاضر الفريق نحو الفريق اخر يعني كان انتقادات دائما كنا في كورة القدم يعني بلاك يعني كان شهدو الهدف من كانت عندي انه نبقى في الفريق لان انا ابن الفريق وربما يعني الى انتقلت فريق اخر ربما ستكون عندي وقت لما نساجم مع فريق اخر او يعني شيء من هذا القبيل فعني حقررت انه نبقى في الفريق وانه المسيرة دي فريق لان ربما لان محسن ياجور ما بقى شهده كثير يعني السنوات كثيرة بشغال بكورة قدم كتبنا انه المصر دي فريق راجع البيضاوي وكنتظن انه هاد السنة مقبنة الى عصبات الابطال يعني كين مشتروا للفريق عنديني انه انخارض في هذا انشاء انشاء الله ولماذا لا يفوذ بوصبات الابطال اللي صراحة انشحال ما مفز بها فريق راجع البيضاوي ربما كيف نحن تناقض في التعامل مع محسن ياجور من قبل طاقم تقنيق راجع يعني هو هداف الموثل الماضي حاليا كتنافس علاقة بالهداف ولكن مجموعة المباريط كنشوفوه كلاعب احتياطي ما تناقض لاعب متألق كنشوفوه في كورث الاحتياط فأكيد بعض المرات التساؤل يأتي في الهاجز ديالي كنقول لماذا بعض المرات كنشوفوه ولكن في آخر المعطف يبقى اختيار المدرب واختيار الطاقة من المعه يعني ستحترم وستكون احترافي بمانا الكريمة وستعاد الطاقة التي يعطي المدرب وبالتالي الجواب يكون قبل ما تمشي لدوري الخالجي واش كتظن ان السنوات اللي رجعتي في هالدور احترافي كان قرر صائب انك ترجع اللاعب بالمغري اكيد قضيت سنتين في قاطر الحمد لله وزاورت ربما متألت عندي ثم وكانت جريبة الحمد لله نجيحة يعني بعد كن قررت اني رجع الفريق رغم انه كان في واحد الازمة اللي هي خانقة وبتالي ربما جو اللاعبين ابر شاكير وحذراف اللي كانت عندهم واحد شخصية انه مجو الفريق رغم انه كان في هذه المحنة فعني كان جو اللاعبين كي تغربوا من الفريق وابتالي انا ابن الفريق جيت نأزر في هذه المحنة دياله والحمد لله اننا خرجنا الفريق الان الفريق في سكة صحية فعني القارنة ديالي كان صائب لانني ابن الفريق يعني محتاج لي في هذا الوقت عشنو تغير فريق راجع يعني تكلمت عن الازمة كانت ازمة كبيرة خانقة اللاعبين ما كانوش يعني يتقادر المستحقات ديالهم كانت اضرابات كانت احتجاجات لكن عشنو تغير حاليا ووش الامور تحسنت داخل الفريق راجع ريال اكيد يعني الحمد لله المشكلة اللي كان هو ان الكل كان كان يعرف ان الفريق كان مرة واحد ازمة مالية خانقة وبالتالي لما تكون ازمة مالية للاعبين لحت الموظفين في فريق لحت اي واحد في فريق يعني يعني ما كيكون شي يعني كيف تنقول ما كي يديش الوظيفة دياله على اكمل وجه يعني الحمد لله الآن يعني كين الموارد مالية يعني يعني جابها المسيرين الآن المشاك يبدأ وصبح يعني الفريق يعني متنفس كيف تنقول ماليا وان شاء الله بإذن الله القادم أفضل ان شاء الله وحقنا الأهم هو حقنا يعني يجي الألقاب يعني في الثلاث ألقاب في ثلاث سنوات هذا اللي ربما حتى الخلال الاتيقة للجمهور أن ترجع لي وبالتالي الفريق الآن يعني صحيح يعني محسي لعب مع مدربين لعبت مع غاريدو لعبت مع كارتيرون شكونوا بالنسبة للمدرب الأقرب يعني نقول القلب دي المحسين واللي كيشوف أنه الأنسب للدراجة يعني 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 لغاريدو صراحة سنة الماضية أخذت مع الدف وخذينا مع كاس العرش كلا هو دور كبير أنا نفسنا مع كاس الكافي يعني ما نسوش خير المدرب بعد ذلك لأنه جف أزمة خانقة وبتال يعني كلا هو دور كبير يعني في خرج الفارق من الأزمة يعني كيف نقوله بذلغة يعني صبر بزاف مع الفارق وصراحة مدرب لشخصية كبيرة يعني وآمن باللاعبي اللي كانوا في الفارق يعني ولحت يعني قاريدو يعني أعطاه فرصة كبيرة يعني بزاف دي الشباب في الفارق وعني كلا هو وضع كبير أنه يعني يعني يعرف مع الجمهور وخلال يعني 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 دال يوم ما كان فارق رجع بيداوي وكارت يروحت هو بتالي يعني مدرسة فرنسية ربما قريبة المدرسة المغربية يعني احتوي نسجن بسرعة وفي زنم عبك السوبر كوب وغادي في طريق صحيح اللي والآن يعني حصلنا صفتاني يعني في ما وغنشاركو معه في حصوات العبطات السنة انشاء يعني كثير في فترة دي القاريدو تكلمو بأن اللاعبين كان لهم سبب في القارة دي القارة كانت مشاكل بين قاريدو باللاعبين وشوش بصح ثم المعاملة كانت قل بأن المعاملة كانت مش احترافية يعني كانت ربما شوية قاسح في تعامل ديالوب خلف باترس كارتيرون وشف فعلين اللاعبين تشكو من قاريدو بالعكس يعني قاريدو قدنا مع سنة ونصف يعني مش بسهل يعني اكيد ان دائما اي مدرب غت تكون مع بعض المشاكل يعني يعني الكرة القدم كلك يعرف ان الوسط ديالة كين هذه المشاكل هذه لكن الحمد الفريق غادف تجاه ديالو يعني ما كانت مشاكل كتير كيف كيف يظن الجمهور يعني جاءت يعني كيف تنقول الساد ديال قريدو باش يرحل عرامشا وغجي مدرب والراجة رغضي تبقى يعني فين كتشوف يعني الراجة غلط في الطيديع ديال ثلاثة الالقاب يعني ربما في سنة واحدة تقسم من كاس العرش من البطولة العربية من الانتحاد الافريقي فين خطأ الراجة باش انه يتأهل في هذه المبارسة او ينجح في هذه المنافسة ثلاثة يعني كنتظن انا الغلط في هذه مسألة هذه وان الفريق يعني ما حددش الالقاب اللي بغاء يعني ربما يعني كنا بغنين نفسه على يعني جميع الالقاب وصراحة ما كانش عندنا التركيبة بشرية اللي تقدرت يعني تنافس عليهم بتلاتة يعني ربما لو حددنا يعني اللقاب اللقاب اللي ذكرتي يعني لكان الفوز يعني بأغلب أغلبهم يعني اللي تشوف كنا بغنين نفوزه بكوب عراب بغنين ديوكاس العرش بغنين ديو للبطولة ولكن يعني ميمكنش ليك يعني خاص تحدد واحد اللقاب يعني ولي وتنفس علي بوحد نسبة كبيرة لكن غنشوف الرجع وتنية الموسم المقبل كي نفس على أربع ديال واجه واش غنشوفه بنفس يعني بنفس المشاكيل اللي عاش هذي الموسم غي عيش الموسم المقبل يعني كثرة المباريات والضغط بالتالي ما ننتسنوش أنه يكون يعني يحقق ألقاب كثر من اللقاب أو لقاب يعني ما ميمكنش لك كيف قلنا ونكرم نفس الغلط اللي احنا في السنة الماضية خصنا يعني نحد لشنو بغينا يعني في هذا الألقاب دي والأغلى فيهم يعني اللي يخصنا نلعب اللي كندون هو أصبات الأبطال والموضولة فهذهم اللي غادي يكونوا يعني الأولوية لهم إن شاء الله اشتركوا في القناة